كيفية التخلص من الإدمان على مشاهدة المقاطع الإباحية ويريد نصيحة في هذا عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لمشاهدة المقاطع الإباحية محرم والنصيحة هو أولا أن يعلم كل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن مشاهدة المقاطع الإباحية من كبائر الذنوب من عظائم الآثام الله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال جل وعلا وقل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى على كل حال وإذا دعته نفسه إلى المعصية يتذكر ويعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه يرى حاله ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه ولذلك ربنا جل وعلا يقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ولذلك وأيضا يقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فلذلك يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر يعني يجب على الإنسان أن يتق الله وأن لا يجعل الله أصغر الناظرين في عينه بعض الناس الآن يستحي من الناس ما يشاهد المقاطع عند أهله أو بين أولاده أو مع زوجته أو مع أصدقاء يخجل لكن جعل الله أصغر الناظرين في عينه نعوذ بالله فكأنه ما كأنه مراقب لله سبحانه وتعالى الأمر الآخر يحذر الإنسان من أن يبتلى في أهله نعوذ بالله من ذلك يعني الآن المدمن على هذه المقاطع أما يخشى أن يبتلى في أهله أما يخشى أن يبتلى في أهله فلذلك علي أن يتق الله والحمد لله الإنسان الذي مثلا غير متزوج والذي شهوة يتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء